حول الموضوع أيضا أشرك معي السيد جورج سبرا عضو الهيئة العليا للمفاوضات الذي يندم لنا الآن عبر الأقمار الاصطناعية من إسطنبول إذن معنا السيد جورج وسيد جورج أهلا بك معنا تبعت مقاله محمد قبل قليل تتابع الأخبار طبعا هذه الحملة الغير المسبوقة الجوية على إدلب وعلى حما يعني أين اتفاق أستانا هنا وسط هذه الخروقات وسط هذا التصعيد عوضا أن نجهد مناطق تخفيف تصعيد نجد مناطق سعيدة في التصعيد إذا صح التعبير هذا سؤال كبير يوضع الآن على الطاولة أمام الذين ضمنوا ورعوا مسار أستانا برمته واتفاق أستانا الأخير يقوم الروسي بجرائمه الممنهجة والمنظمة لمدة أكثر من أسبوع على أكثر من 17 مدينة وقرية وتجمع سكاني في محافظة إدلب بهجوم غير مسبوك قبل أن يجف حبر الاتفاق الذي يسموه اتفاق وقف التصعيد في إدلب هذا سؤال يوضع أمام الجميع أي نوع من الخديعة يقوم الروس بخداع السوريين بأن يوقعوا في الأستانا اتفاقات ويرسلوا طائراتهم ويحموا طيران النظام السوري وقواته التي تقوم بأكبر عملية تدمير ضد محافظة إدلب والحقيقة إن مجريات الأمور بالفعل تعكس ماذا يريده الروس في هذا الأمر عندما يتعرض خلال أسبوع المئات من جرحى وشهداء ومشردين بعضهم ما زال تحت الأنقاب عندما يعود الروسي إلى تدمير المشافي والبناء التحتية هذا يعني أن كل مشروع وقف أعمال التصعيد كذب وخداع سيد جورج فقط للتوضيح يعني عندما نقول بأن دول ضامنة لاتفاق تخفيف التصعيد ماذا يعني ذلك يعني ماذا تعني هذه الضمانة بالمقابل نشهد بأن هناك خروقات يعني هل هذه الدول ضامنة ستحاسب مرتكبي هذه الخروقات كيف ذلك يعني أصبحنا لا نفهم يعني ما بين الدول ضامنة وهذه الخروقات التي تجي على الأرض بدون أي محاسبة معك كل الحق في هذا التحليل وفي الفترات الماضية كنا نشتكي أن الدول الضامنة لم تضع حدا للخروقات التي يقوم بها النظام اليوم الدول الضامنة بل الروس وهم أصحاب مشروع أستانا برمته هم من يقوم بهذه ليست الخروقات هذه انتهاكات حقيقية للقانون الإنساني الدولي وترمي بعرض الحائط بكل الاتفاقات وبكل مسار الأستانا لذلك بالفعل أنه لم يعد هناك أي ضمان كنا نتحدث عن عدم قدرة إيران من أن تكون ضامنا وحياديا في هذه العملية الآن نتحدث بوضوح أن الروس أيضا ليسوا ضامنين إنهم طرف بالفعل يحاول الروس في هذه الهجمة اقتلاع إدلب كشوكة في عين النظام وخنجر في قلبه يريدون تطويع إدلب يريدون تهجير أهلها وإلا ماذا يعني عمليات التدمير الممنهج في ظل اتفاقات خلبية موهومة ينخدع بها بعض السوريين يعني ما مصير الآن اتفاق أستانا ليس هناك أي مصير إذن أعتقد أن مصير أستانا يتحدد هذه الأيام في مجريات الأمور في إدلب من يستطيع أن يقول أن هناك وقف لأعمال التصعيد من يمكنه أن يقول أن هناك اتفاق أصلا أن هناك آليات لتنفيذ هذه الأدفاق طيب دوركم أنتم وأيضا آليات للمراقبة سيد جورج ومعاقبة المنتهكين إذا كان الضامن نفسه هو الذي يقوم بالانتهاكات طيب أستاذ جورج دوركم أنتم كمعارضة سياسية يعني لتحريك هذا الموضوع تحريك موضوع المراقبة والمعاقبة من قبل دول ضامنة ما هو يعني كيف تقومون بهذا الدور أو كيف يمكنكم أن تقوموا بذلك دعيني أوضح أننا في المعارضة السياسية وفي الهيئة العليا المفاوضات المسؤولة عن ملف المفاوضات نحن مسؤولون عن مسار جنيب ولم نحضر ولا علاقة للهيئة العليا للمفاوضات بمسار الأستانا صحيح هذا كان موضوع المعارضة العسكرية والفصائل على الأرض نعم هذه مسؤولية الفصائل التي اشتركت ونحن ندعم جهودة بالفعل نحن ندعم جهودة من أجل وضع النقاط على الحروف فإما أن يكون هناك اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار يشمل جميع المناطق السورية ويؤدي إلى خدمة الملف السياسي من أجل تحقيق الانتقال السياسي وهذا كان الهدف من عمليات وقف إطلاق النار أو تلك التي سميت تخفيض التصعيد اليوم لا شيء من هذا ولا شيء من ذلك هناك اندفاع روسي محموم لتدمير كل شيء وللأسف يتم ذلك في ظل صمت دولي صمت إقليمي حتى من الدول المشاركة أيضا في ضمان ملف أستانا شكرا لك على هذه المداخلة معنا سيد جورج سبرا عضو الهيئة العليا للمفاوضات كنت معنا عبر الأقماص طنعية من إسطنبول شكرا لك